للمرة الرابعة يخفض صندوق النقد الدولي توقعته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 10% إلى 3.2% محذرا من أن التوتر المحيط بالتجارة العالمية والسمرار حالة عدم اليقين تقود قوة الاقتصاد العالمي الذي سيواجهه في 2020 عاما محفوفا بالمخاطر وفي موجهز التقرير الفصلي الذي حمل عنوان آفاق الاقتصاد العالمي ذكر صندوق أنه على رغم من أن هذا التعديل يمثل تخفيضا متواضعا قدره عشر النقطة المئوية للعامين القادمين لكن إضافته إلى التخفيضات السابقة يشكل نسبة عالية من الضروري أن تتجنب جميع البلدان السياسات التي تشوه التجارة فالاحتلالات التجارية الخارجية تؤثر على إجمال الاندخار والاستثمار وقد ارتبطت التعريفات المرتفعة بزيادة الأسعار للمستهلكين بما في ذلك تآكل الثقة وتعطيل سلاسل التوريد العالمية كل ذلك كان له أثار على توقعات النمو العالمية التعديل المتعلق بعام 2019 يعود بحسب الصندوق الدولي إلى التطورات السلبية المفاجئة في نمو اقتصادات الأسواق الصعيدة والاقتصادات النامية رغم التطورات الإيجابية المفاجئة في بعض الاقتصادات المتقدمة إن المخاطر الرئيسية قاسيرة الأجل تنبع من تساعد التوترات التجارية أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير المنضبط الذي يمكن أن يكون له آثار سلبية على الطلب العالمي وشهية المخاطر العالمية وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على الاقتصادات التي تعتمد بشدة على الطلب الأجنبي وعلى التمويل الخارجي توقع معدو تقرير أن يشهد النمو تحسنا في عامي 2019 و2020 غير أن قرابة 70% من هذا التحسن تعتمد على تحسن أداء النمو في اقتصادات الأسواق الصعيدة والاقتصادات النامية الخاضعة لضغوط وبالتالي فأن التحسن المرتقب يخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين حذر صندوق النقد من أن النمو العالمي يتسم بالبطء والمخاطر لأسباب عدة أبرزها توترات الجيوسياسية والنزاع التجاري الصيني الأمريكي والإضافة إلى إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق حسين إبراهيم للأخبارية نيويورك